الأماكن هنا على المستوى الرسمي هناك جهاز المخابرات يقول في بيان له أن هناك مشاريع ربما لتوسيع رقعة هذه الحرب الروسية على أوكرانيا باستعمال أسلحة محظورة وهناك الحديث عن قلب ربما نووية أو ربما سواريخ تحمل رؤوس نووية أو حتى مواد مشعة باستعمال النيران ربما إشعال النيران في الغابات بهذه المتفجرات المشعة وبالتالي هناك تعويل على الظروف الملاخية فيما يتعلق بالرياح وربما نقل هذه النيران إلى مناطق أوسع في غابات أوكرانيا نعرف أن أوكرانيا بلد كبير جدا هو مساحته تقدر مساحة فرنسا ونصف وبالتالي نتحدث على 40 مليون نسمة هنا البلد كبير وشاسع ولكن يبدو أن ما حدث حتى هذه اللحظة نحن ندخل في الأسبوع الثالث في هذا الاجتياح الروسي وبالتالي يمكن القول أن الحرب متواصلة بعدما تعطلت الآلة الديبلوماسية الآلة الديبلوماسية تعطلت في بيلاروسيا وتعطلت في أنتاليا في تركيا وما كان ربما نتوقعه حتى ما كان يتوقع هنا الرئيس فولودومي زيلانسكي وسلطات مركزية هنا من قمة فيرسايف الفرنسية يبدو أنها لم ترضي ربما السلطات الأوكرانية هنا وقال زيلانسكي أنني لا أعول اليوم على المجتمع المدني وإنما أعول عليكم أنتم الشعب الأوكراني في إنشارة إلى أن هناك نوع من الخذلان هناك نوع من التشاؤم في ردة الفعل دول الغربية باتجاه هذا التضامن الذي كان يراهن عليه الرئيس زيلانسكي وأيضا كل السلطات هنا في الحقيقة هناك استنفار على المستوى الأبني هنا رشيد الفيف بدأت بالفعل في الحقيقة تستنهض وتستنفر كل قواها العسكرية لا يلاحظ هنا هنا في قلب المدينة التي أتوجد فيها كما ترى كل شيء عادي ولكن في كل منافذ المدينة يمكن أن نلاحظ هذه الأرتال من الوحدات العسكرية الأوكرانية وأيضا هناك عديد الحواجز الآن كل مدخل لمدينة الفيف هو محكوم بهذه مناطق التفتيش ولا يمكن أن تدخل مدينة الفيف إلا وتعرض صاحبها إلى التفتيش مهما كان هذا الإنسان على الصعيد الإنساني لا تزاوى القوافل النازحين تتوافد هنا على الفيف رغم المحاذير ربما الآن أن المدينة وهذه الوجهة ليست آمنة كما تظلون أن هناك أيضا مخاوف من ربما أن نحدث زلزالا في هذا المسار الإنساني عبر الحدود البولندية نحدث عن اللوتسك اللوتسك هي مدينة حيوية بالنسبة للفيف وبالنسبة لأوكرانيا لأنها تتقع في مفترق حدود بين بيلاروسيا وبين بولندا وهناك خشية اليوم من أن تتحول الممرات المؤذية إلى بيلاروسيا إلى مسار عسكري تنطلق منه القوات الروسية نعلم أن بيلاروسيا هي حليف استراتيجي بالنسبة لروسيا وهناك أنباء مؤكدة عن وجود منصات ساروخية روسية بالمنطقة البييلاروسية وبالتالي يمكن أن تتحول بيلاروسيا إلى روسيا الثنين كما قال أحد الخبراء هنا أن روسيا وبييلاروسيا هي قطعة من جغرافية وقطعة تاريخية وقطعة ربما إيديولوجية من روسيا وبالتالي يمكن أن تحول بيلاروسيا إلى بوابة تطلق منها السواريخ باتجاه أوكرانيا وهذا ما حذر منه في الحقيقة زيلانسكي عندما رفض منذ البداية منذ البداية رفض أي تفاوض على الأرض البييلاروسية باعتبارها خزان ثاني ربما للجيش الأوكراني خاصة أن هناك حديث كبير اليوم على توافد عديد الأجانب عبر البوابة بيلاروسية الأجانب الذين ينخلطون في الجيش الروسي نتحدث على قوات روسية على قوات إفريقية على قوات من دول أوروبا الشرقية الموالية لروسيا وبالتالي هذا الزخم من الأعداد التي بدأت تتوافد لربما مساعدة الجيش الروسي في هذا الهجوم الروسي على أوكرانيا ينبع بعديد بكثير يعني أننا نتسع نحو تصعيد رهيب في هذه الحرب على الجانب الآخر هنا أيضا وهذا هو الانتقاد الذي وجهه الرئيس بوتين للسلطات المركزية يقول فيه الأوكرانية أنكم تتاهمون أننا نستند إلى جانب وأنتم الذين بدأتم بهذا الفيلق الدولي وأنتم الذين كنتم البادئين باستقطاب هذه القوات الأجنبية نتحدث عن فيلق الدولي هذا هو بشكل رسمي هنا بل فيم وصلت عديد العناصر الأجنبية نتحدث على عناصر بريطانية على عناصر من الدول البلطيق أيضا من شمال أوروبا من السوي تحديدا وأيضا من إسرائيل وأيضا من فرنسا إذن نحن نتجه رشيد بعجالة في هذا التصعيد من هذا الجانب وذاك هناك من يقول نحن من الشرعية بمكاد أن ندافعها عن أرضنا ولكن الروس يقولون أنكم لم تلبوا فطالبنا وبالتالي أنتم تستهدفون الأمن القومي الروسي من خلال هذه المظلة الأطلسية التي تريدون أن تتظللوا بها ومن خلال هذا الانضمام إلى شمال الأطلسي لأن المشهد عند روسيا هو أن العدو هو الشمال الحفاظ الأطلسي والولايات المتحدة ومدام أن هناك يعني هذا الانسياق نحو هذا العدو بين الضفرين الغربي فإنكم تستهدفون أمننا القومي